السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنعرف ازاي نعمل رسومات طبية ادفانسد زي القناة المشهورة على الباوربوينت ودي الموضيع اللي هنتكلم عنها في فيديو النهاردة مواصفات الصورة او الرسمة اللي هنستخدمها طريقة الحصول على صور حلوة من على الانترنت طريقة الرسم يدويا على الباوربوينت ايجابيات وسلبيات انك ترسم بنفسك على الباوربوينت وحيول سحرية تعملها بحيث تحصل على رسومات متقدمة جدا بطريقة سهلة جدا اول نقطة هنتكلم عنها بالتفصيل هي مواصفات الصورة او الرسمة اللي هستخدمها بحب اوي ان الرسمة اللي هستخدمها تكون بتوضح المعلومة اللي عايز اتكلم عنها بابسط واوضح شكل ممكن ازاي؟ انا مسلا عندي الرسمة ديت عايز اشرح فيها المارجنال ارتري المارجنال ارتري ده المفروض انه اناستموتك ارتري بيقوماش على الانر مارجن بتاع الكولون من خلال الرسمة ديت فانا ممكن ابزل يعني مجهود شوية بحيث اتتبع المارجنال ارتري لكن مثلا لما اقوص على رسمة زي ديت بمجرد ما اقول له المارجنال ارتري عبارة عن اناستبوتك ارتري على الانر مارجن بتاع الكولون كذا 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 الرسمة لوحدها كافية لانها تفاهمه وتخليني ما عودش احكي كتير كويس؟ دي اول نقطة ان الرسمة تكون بتعبر جدا على الحاجة اللي انا عايز اتكلم عنها ما اطارش ان انا ابزل مجهود كتير في الكلام طيب النقطة التانية ان الصورة تبقى جاودتها عالية جدا جاودت الصورة مهمة جدا اثناء المشاهدة العادية وكمان لما احب اعمل زوم على الصور الصورة اللي جاودتها ضعيفة بتباكسل او بتبقى مش واضحة اثناء الشر لكن الصورة اللي جاودتها عالية بتبقى واضحة جدا اثناء الشر وكمان لما بتعمل زوم في اي مرحلة من مراحل الفيديو الصورة بتفضل من حافظة على جاودتها النقطة التالتة ان الرسمة تكون اناتوميكال يعني بخضر الامكان انا بفضل الرسم الاناتوميكال عن الرسم الكروكي بنسميه artistic medicine ان الرسمة يعني لما انا مسلا هرسم شرح مسلا في العظام او شرح مسلا للجهاز الهضم او كده وهرسم المعدة انا افضل ان رسمة المعدة بتاعتي تكون رسمة اناتوميكال يعني بتعبر عن شكل المعدة او اقرب جدا لشكل المعدة الحقيقي عن الرسم الكروكي لان بعض الرسمات الكروكي بتدي عن المعلومة فتيجي انت تشرح حاجة تانية بعد كده بتحس ان الصور متضربة فلذلك بنحاول على قد ما نقدر تكون الرسمة اناتوميكال النقطة الرابعة ان احنا بفضل جدا ان الرسمة تكون من غير اي بيانات وهناعرف كمان شوية ليه بفضل جدا الصور اللي من غير اي بيانات في نقطة بعيدة عن الاربع نقطة اللي احنا قلناهم اللي هما ان الرسمة تكون بتوضح المعلومة بابسط شكل ممكن وان صورة تكون جوريتها عالية وان الرسمة تكون من غير اي ليبلز ان الرسمة تكون شاملة يعني مثلا هتكلم عن الباثولوجي بتاع مرض معين احب جدا الرسمة بتاعتي تكون جايبة الباثولوجي بالكامل كل الفاكتورز اللي بتكون تروبيوت للمرض ده هتكلم مثلا عن السيمطوم بتاع مرض معين احب جدا اعمل رسمة تكون جايبة كل السيمطوم هتكلم مثلا عن الاتيولوجي اجيب رسمة جايبة كل الكوزز اتكلم عن الكمبليكيشنز اجيب رسمة معبرة عن كل الكمبليكيشنز وهكذا دي اول نقطة في الفيديو بتاعنا مواصفات الصورة او الرسمة اللي انا بستعين بها في الفيديو النقطة التانية طريقة الحصول على صور من الانترنت الطريقة الاشهر والاسهل ان احنا مخش نكتب الحاجة اللي احنا عايزينها على جوجل لكن في بعض المواقع التانية زي بيكسلز مثلا بتخش عليها وتكتب الحاجة اللي انت عايزها بس خلانا في الطريقة السهلة هنفتح جوجل ونكتب اسم الحاجة اللي احنا بندور على صور لها وليكن مثلا بندور على صور للنكترانجلز وهنا اول تب ان احنا نفضل البحث يكون باللغة الانجليزية يعني حتى لو بندور مثلا احنا نعمل موضوع هنشرحه بالعربي كويس موضوع عام خالص يعني مثلا بنتكلم عن الاسهال كويس وعايزين مثلا نفهم الناس الاسهال ازاي بيحصل والاطفال والكلام ده كله فانا لما اجدور او مثلا في السيرش عن اطفال عندهم مثلا دي هيدريشن او عندهم جفاف او مثلا مياه ملوسة او ايا كان يفضل ان انا اكتبها باللغة الانجليزية معظم الصور اللي جاريتها عليها بتبقى موجودة على مواقع اجنبية وبالتالي بتظهر في البحث على جوجل اكتر كتبت الحاجة اللي انت عايزة على جوجل ودوست السيرش وبعد كده بنروح لكلمة اميجز اللي في البحث هنا وندوس عليها هيفتح لك صور كتير جد لما بتيجي تختار الصور بتطبع عليها المعايير اللي اتفاقنا عليها لان الصور هتكون بتوضح المعلومة باسهل شكل ممكن لان الصورة تكون جودتها عالية وحنقول ازاي بنعرف موضوع الجودة ده دلوقتي لان الصورة تكون اهاتومك على عدد ما نقدر يفضل ان رسمة تكون من غير اي بيانات وبعد كده انا بحط الليبلز اللي انا عايزة وكمان حتى ممكن اعمل الانيميشن للليبلز دي فمثلا رسمة ازاي دي اعايز مثلا اتكلم عن اول حاجة مثلا وبعد كده اتكلم عن الديجاستريك فاحب ان ما يكونش فيه ليبلز اصلا بحيث انا عمل ليبل للستيرنومستايد وبعد كده اظهره هو الاول وبعد كده اعمل ليبل للديجاستريك ويظهره بعدها بيحس بفيدة سلسل والشخص اللي بتفرج متابع معي طيب بتقعد تقلب بين الصور لحد ما تلاقي صورة عكباك خلاص استقرت على صورة عايز اعرف الصورة دي جودتها عالية ولا لا لما تشاور على الرسمة بيطلع لك هي كان في كان لو لقيتها 400 او 500 بيكسل فدي جودتها ضعيفة لو لقيتها فرينج الالف او ازيت شوية فدي كويسة لقيتها 2000 او 3000 بيكسل وطالع بدي جودتها حلوة جدا بعد كده بدوس كليك يمين واعمل كوبي ايميج وروح على الباوربوينت بتاعي واعمل بيست ولو انت مشترك في الأوفيس بكارنيت جامعة او مشترك بسبسكريبشن والنت شغال بيطلع لك تصميات مقترحة بالزكاة الاصطناعي في الجنب هنا للصورة اللي انت ضايفة بس خلينا في الوضع البيزيك اللي انا عامله الصورة شكلها كويس جدا ونقدر نبدأ الشرحة عليها بس في نقطة ادفانسد شوية وهي انه مثلا انا عايز اتحكم في ظهور المكونات بتاع الرسمة نفسها زي المسلز مثلا والتريانجلز انا عايز اظهرهم واحدة واحدة فده ممكن يخلينا نضطر ان احنا نرسم الرسمة بنفسنا وده يودينا للنقطة الثالثة طريقة الرسم بنفسك على الباوربوينت فيه شيبز كتير جاهزة جواب الباوربوينت هتلاقيهم في الهوم بيج وكذلك بيتلاقيهم في قائمة انسيرت بندوس على الدايرة مثلا ونحطها جواه سلايب هتلاقي عندك هنا بيسيتس او اوبشنز جاهزة للالوان بتاعت الشيب بتاعنا لما تشاور على اي اوبشن منهم بيظهر على الدايرة جانب البريسيتس عندنا اوبشنز الشيب فيل وعندنا اوبشنز كتير بنختار منها ايه اللي يبقى موجود جوا الدايرة سواء اللون بسيط او ممكن جريديانت او ممكن صورة وحاجات هنتكلم عنها بعد كده اوبشن تاني تحت الفيل اسمه اوتلاين كلمة اوتلاين معنا الخط الخارجي بتاع الرسم وبيبقى جواك استمايزيشن كتير زي السومك والالوان وهكذا ولو دست هنا بيطلع لتفاصيل اكتر زي الترانسبيرانسي او الشفافية بتاعته وتحكم اكتر في الويتث او السومك وفيه اوبشن جديد اسمه سكيتش بيخلي الاوتلاين ياخد الصبغة البشرية شوية بيعمل فيه شوية تعرجات كده كأنه مرسوم بالايد والاوبشن ده بيبقى مناسب في رسومات معينة احب اديها كده لمسة بشرية كمان ممكن اخلي الاوتلاين بدل ما هو خط واحد يبقى خطين خط الخين وخط الفية كذلك ممكن يبقى ثلاث هطوط براحتك ممكن نخلي الاوتلاين بدل ما هو عبارة عن خط نخليه عبارة عن نقط او نقط وشرط جنب بعض وكل ما ترفع الاوتلاين بتلاقي النقط بتصغر وتقرب من بعض اخيرا فيه اوبشن عندنا بيخلي الرسمة بتاعتنا فيها اسهم هنعمل خط مثلا بعد كده هنروح على بيجين ارو معناها انا عايز السهم يبقى موجود في نقطة البداية فيها فيها طيب وصايز هنروح على بيجين ارو طايب ونختار شكل السهم اللي احنا عايزين وتحتها بيجين ارو صايز بنختار منها حجم السهم كبير صغير وهكذا وكذلك لو احنا عايزين نعمل سهم في ناحية تانية اللي هي الاند بتاعته بنختار اند ارو طايب وكذلك برضو نتحكم في حجمه من اند ارو سايز دي الحاجات اللي انا بقدر اعدلها في الشيبس جوال باوربوينت طب هل اقدر ارسم حاجة مانوال على الباوربوينت بيدي احب جاوبك بانك مش بس تقدر ترسم بيدك لا انت بيعندك كنترول على الرسمة مش موجود غير في البرامج الاحترافية بتاعت الديجيتال ارتس والجرافيك ديزاينرز زي ادوبي الاستريتور مثلا برنامج الاستريتور وغيره من البرامج بتاعت الرسم والتصميم بيحتوى على اداء مهمة للرسم اسمها وهي الموجودة هنا في البرامج بس اسمها مختلف وكذلك الايكون بتاعتها مختلف بيلاقي الايكون واخد شكل كيرف مائل كده واسمها درو بس احنا هنخلي اسمها كده عشان ده الاشهر وبيدل اكتر على اللي نقدر نعمله بالتول دي وتعالوا نستخدمه في اننا نرسم رسمة سريعة لحاجة زي المعدة مثلا بروح ندوس على paint tool ونبدأ نحط نقط بيحس دينا شكل كروكي للمعدة وبعد كده بندوس click يمين على الرسمة ونختار edit points وبكده تظهر لكل النقط اللي انا عملتها واقدر اتحكم في مكان كل واحدة والكيرف اللي بتعمله ولو خدنا بلنا هنلاقي ان كل نقطة لها درعين two arms ولما الدرعين دول بيبقوا على استقامة واحدة الكيرف اللي نقطة اللي بتعمله بيبقى smooth فبنسميها smooth point لكن لما بيدوس على زرار alt بيفصل حركة كل درعين عن التاني والكيرف بيتحول لزاوية او corner كأنه بيخطين مستقيمين لذلك النقطة اسمها بيتغير corner point وكل واحدة لا استخدام smooth point وال corner point يبقى احنا هنمسك points اللي عملناها ونقعد نزبطها بحيس الشكل النهائي يدينا معدة شكلها حلو زي دي وبعد كده نقدر نتحكم في الوانها والاوتلاين بتاعها بشكل كامل وزي ما قلنا ممكن تعمل edit points وتعمل اي اضافة انت محتاج تعمله وتعلم pin tool مفيد جدا جدا وبالذات كمان انك تقدر تشفي بيها رسومات تانية فيه مثلا رسمة عجبك ونفسك تستخدمها بس فيها مشكلة معينة تقدر تشفيها بشكل دقيق جدا بال pin tool وتعدل عليها كذلك برضه اقدر اعمل بها حركات روشة جدا زي دي الموصلز دي انا اللي ضيفها بال pin tool وقللت transparency بتاعتها لذلك ممكن مع الوقت تقدر تكون مكتبة خاصة بيك من الرسومات اللي عملتها ودي امثل على الرسومات انا عملتها بنفسي وقدر استخدمهم في اي وقت واعدل عليهم براحتي في اي project انا عايزه دي ال pin tool جول powerpoint هنروح لرقطة مهمة جدا وهي ليه بفضل ان اعمل رسوماتي بنفسي اول حاجة واهم حاجة صراحة هي ال customization فكرة انك ليك القدرة على تعديل او تحريك اي حاجة في الرسمة بتاعتك وتطوعها انها تخدم اي فيديو او presentation هتعملها دي نقطة مهمة جدا جدا بالنسبة لي النقطة التانية وهي في غاية الخطورة برضو الجودة ال quality لما ترسم رسمة بنفسك جوا ال powerpoint الرسمة بتبقى جودتها لا نهائية لو قعد تتكبر فيها من هنا للسنة الجاية مش هتبكسل وده لان الرسمة بتبقى عبارة عن حاجة اسمها فيكتور وفيكتور في عالم التصميمات بيبقى عبارة عن رسمة معمولة بال pin tool زي الرسمات اللي احنا تفرجنا عليها كده فبتبقى محافظة على جودتها مهما كبرت لذلك بحرص دايما ان نعمل رسماتي بنفسي طب هل ده دايما اسلوب مواسب؟ الاجابة لا لانه time consuming بشكل انت لا تتخيله انت عشان ترسم رسمة زي دي بالتفاصيل بتاعتها بال pin tool ممكن تاخد ساعات فتخيل انت فيديو في عشر رسمات من دي مثلا تاخد لها خمسين ساعة تحضير طب هل ده منطقي؟ هو هيبقى منطقي لو انت نعمل فيديو كل ثلاث شهور ساعتها هيبقى منطقي لكن لو انت عايز تضخم الانتاج بتاعك وفي نفس الوقت تحافظ على المميزات اللي تاخدها لما ترسم بنفسك يبقى انت محتاج رسومات جهزة زي رسومات دي دي كلها رسومات قابلة للتعديل بسهورة جدا وممكن تعمل عليها labels وانميشن زي ما تحب وفي نفس الوقت انت مضايعتش فيها وقت تقريبا وكل ما كانت الرسمة اللي عندك مطابقة للحاجة اللي انت عايز تقولها مش هتبزل مجهود كبير في تعديلها وده معناه ان المحتاجين وبشدة يكون عندنا رسومات جهزة كتير بيحس بقى مناسبة لأفكار أكتر كل ما المكتبة بتاعتك تبقى مليانة لو خطرت فكرة على دماغك معناه سهل انك تلاقيلها رسمة جهزة مش محتاجة شغل كتير وده اللي هنتكلم عنه بإذن الله في الفيديو الجاي ازاي اجيب رسومات جهزة بنقصين كتير للفيديو بتاعي